بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم شخباركم ان شاء الله الكل بخارجاناكم بحلقة جديدة عن بوب جو موبايل واليوم مع اصدقائي راح اشرح لكم مهمات الاسبوع الرابع من الموسم العاشر او الشهر العاشر فقبل ما نبدل المقطع يا شباب اتمنى من عمدكم وتخلوا اللايك للمقطع والمام يشترك بالقناة يشترك ويفعل زر الاشعارات فما اطول عليكم بالمقدمة خلوكم مع المقطع فبالبداية الروع الاربي وبعدين الروع المهام وبعدها مثل ما تشوفون يا اصدقائي مهمات الاسبوع الرابع فاول مهمة من مهمات الاسبوع الرابع يقول لك التقط الكوكتيل موليتوف خلال ستة عشر من المباريات في الوضع الكلاسيكي طبعا هنا انا قنبلة الموليتوف اللي هي الحارقة راح اطلع لكم هناك صورة على الشاشة لازم تاخذها ستة عشر مرة تقدر اسويها بيوم واحد وتقدر اسويها باكثر من جيم مشرط تستخدمها فقط بس تاخذها تخليها بالجنطة ستة عشر واحدة من يمهن وراح تكمل هذه المهمة وتحصلون عالمية من نقاط الاربي المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك امنح ستة عشر من الاعجابات لاعضاء الفريق مثل ما تشوفون هنا بس تنطيق لايكات لجماعتك طبعا اسهل طريقة سوي بهذه المهمة تلعب وضع المستودع اللي هو ثمانية ضد الثمانية اللي هو سانتوريني مثل ما تشوفون يا اصدقائي هنا انا بتملاعبين بتملاعبين تقدر تسوي لايكات لجماعتك وتقدر تسوي لايكات للفريق اللي ضدك وبالتالي راح تقدر تسوي هذي المهمة باسرع طريقة ممكنة وتحصل مية من نقاط الاربي المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك قابلة لتكرار للاسبوع الرابع للاسبوعين الرابع والخامس فقط لكل مئة من الدقائق التي امضيتها التي يتم اقضاها في المبارع طبعا هنا هذي المهمة كل السألة وشارح عنها اهواية يعني هنا كل مئة دقيقة داخل اللعبة انت تلعب عن داخل الجيم اذا كان مستودع او اذا كان الفرق المميتة او اذا كان الوضع الكلاسيكي اي وضع المهم انت داخل اللعبة تلعب هنا كل مئة من الدقائق راح تحصل على خمسة وسبعين نقطة اربي وطبعا تقدر تكرر هذي المهمة ست مرات مثل ما تشوفون يا اصدقائي المهم اللي بعد يا صديقي يقول لك اقتل ستة من الاعداء باستخدام بنادق القنص اليدوية في في الوضع الكلاسيكي طبعا بنادق القنص اليدوية او مثل ما تشوفون هذا هي كلكم تعرفوها وبنادق القنص اليدوية اللي يقصد بها هي بنادق الاس ار مثل ما تشوفون بنادق الاس ار اللي هي الكار الاما 24 الاوم الوين 94 والموسين غان طبعا كل هذه من البنادق القنصة اليدوية تروح بالوضع الكلاسيكي وتلعب الوضع الكلاسيكي حصرا وتروح بارنجل وتقتل ستة من الاعداء بهذه الاسلحة اللي شوفتها قدناكم وراح تكمل عندك المهمة ان شاء الله وتحصل 150 نقطة اربي المهمة اللي بعد يا صديقي يقولك تحرك لمسافة اكثر من 7000 من الامتار اثناء تشغيل اي مركبة مع وجوز زملاء الفريق بداخلها في الوضع الكلاسيكي هنا ايضا المهمة طالبا عندك حصرا بالوضع الكلاسيكي لازم هون تسايق السيارة اللي هي جيب اي سيارة لازم يكون عندك صديق او تيماتك بالسيارة وتمشي بهذه السيارة 7000 من الامتار تقدر يسويها بقوم واحد وتقدر يسويها باكثر من جيم بكل بساطة تخلي صديقك بالسيارة او تيماتك بالسيارة وتظل تفتر بالماب وحتى تكمل 7000 من الامتار وتكمل عندك هذه المهمة وتحصل على 75 نقطة اربي المهمة اللي بعد يا صديقي يقولك اقضي على اللاعبين باستخدام مقلالي عدد 3 من المرات ضمن فريق في الوضع الكلاسيكي هنا ان يقصد بها المقلال اللي هي الطاوة كلكم تعرفوها لازم تفنش 3 اعداء بالطاوة راح تكمل عندك هذه المهمة تقدر توقع الاعداء او البوتاتي باي سلاح رش عندك بس من تجي تفنشي لازم تفنشي بسلاح الطاوة حتى تكمل وياك هذه المهمة ان شاء الله وتحصل على 75 نقطة اربي المهمة اللي بعد يا صديقي يقولك اقتل 5 من الاعداء باستخدام من الاس 12 كي في الوضع الكلاسيكي هنا طالب من عندك حصرا بالوضع الكلاسيكي اما سلاح الاس 12 كي هو من اسلحة الشوتغان مثل ما تشوفون يا اصدقائي هذا هو الاسلاح قدامكم اللي هو اس 12 كي تروح هناك بالوضع الكلاسيكي وتقتل 5 من الاعداء بهذا السلاح وتكمل عندك هذه المهمة ان شاء الله المهمة اللي بعد يا صديقي يقولك اقتل 5 من الاعداء باستخدام الاس 686 في الوضع الكلاسيكي هنا ايضا من اسلحة الشوتغان اللي هو السلاح الاس 686 مثل ما تشوفون يا اصدقائي قدامكم هذا هو الاسلاح موجود قدامكم تروح بالوضع الكلاسيكي وايضا لازم تفنش 5 بالوضع الكلاسيكي 5 اعداء وراح تكمل عندك هذه المهمة ان شاء الله وايضا تحصل على 75 نقطة اربي المهمة اللي بعد يا صديقي يقولك التقد الصدراء العسكرية المستوى 3 خلال 12 من المباريات في الوضع الكلاسيكي هنا انا بكل بساطة اللي هو درع لفل 3 لازم تاخذه ب12 مباراة يعني كل مباراة ينحسب لك درع واحد اكيد ف12 مباراة 12 درع لفل 3 رح تكمل عندك هذه المهمة وايضا تحصل على 75 نقطة اربي المهمة اللي بعد يا صديقي يقولك استخدم مجموعة طبية 5 من المرات في الوضع الكلاسيكي طبعا المجموعة الطبية رح تطلع لكم هنا بوسط الشاشة هذه اللي قدامكم هي اسمها مجموعة طبية طبعا تستخدمها 5 مرات وراح تكملوا ياكم هذه المهمة وتحصلون على 75 نقطة اربي طبعا تقدر تسويها بجيم واحد وتقدر تسويها باكثر من جيم المهمة اللي بعد يا صديقي يقولك اقضي على 120 من الاعداء باستخدام الام 416 اللي هو سلاح الانفور في وضع الساحة مدام مطالبة من عندنا في وضع الساحة تروح على الغير مصنف وبعدين تروح على الساحة وبعدين تروح هنا على الاعتاد وتخلي سلاح الانفور مثل ما تشفون يا صدقائي هذا هو السلاح الانفور تخلي هنا وتلعب مباراة الفرق المميتة او المستودع وتقتل 120 اعداء وراح تكمل عندك هذه المهمة ان شاء الله وايضا تحصل على 75 نقطة اربي المهمة الاخيرة يا صديقي يقولك اقضي على 30 من الاعداء باستخدام الكار في وضع الساحة اقصد ايضا مدام هو طالب عندنا بالوضع الساحة مدام هو طالبها من عندنا بالوضع الساحة ايضا تروحون على الساحة وتروحون هنا على الارتاد وهنا تغيرون الاسلاح مالتكم وتخلون سلاح الكار مثل ما تشفون يا صدقائي بسولة تجهيز وتروحون بالوضع الساحة ومباراة الفرق المميتة وتقتلون 30 من الاعداء وراح تكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله هاي هي مهمات الاسبوع الرابع من الموسم العاشر او الشهر العاشر اذا عندك اي سؤال او اي استفسار اكتب ليها بالتعليقات او ترسلني على قناة التليجرام الموجود رابطها بالوصف وبس اشوفكم بخير اشتركوا في القناة